السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم بسر السيف وهذا أهم فيديو سترونه اليوم ولكن لماذا؟ دعنا أقول لكم وشعوركم لو أقول أن أهم ميزة حماية في جهازكم فيها ثغرات هذا الذي حصل مع سامسونج وأعطيكم التفاصيل والتي جالسة أيضاً تختبر شبكات الجيل السادس وأيضاً هناك تسريبات وأخبار عنها جديدة لأشهر نظام تشغيل في العالم نتحدث عن الويندوز 11 دعناكم مشتركين ودائماً تتابعوا هذه الأخبار المهمة أول بأول بإذن واحد أحد دعنا أبدأ بالأخبار على طول وأخيراً يا تويتر لا أتكلم للأسف عن ميزة التعديل عن التغريدات أتكلم على أمر ثاني بعض المستخدمين تويتر يطيحوا فيه يوم تفتحوا التطبيق وتجدوا أنكم مذكورين بتغريدات وأنكم لم تدخل فيها ومتمنشنينها ومسوى لكم تلك شاهدوا لكي لا تتحمسوا بزيادة، هذا ليس إعلان رسمي من تويتر لكن هناك شيء يقومون بعمل فكرة أو اقتراح أرضها مصمم الخصوصية في تويتر على حسابه في تويتر الفكرة باختصار أنكم تستطيعوا تشيلوا نفسكم من أي محادثة بضغطة زر من عندكم أيضاً لو شخص لا تتابعوا ما سوى لكم منشن سيظهر لكم تنبيه خاص ومن خلاله تستطيعوا تختاروا إذا تسمحوا لهذا الشخص أن يمنشنكم في المرات الجاية أو لا يعني لا يستطيعون أن يمنشنكم مرة جاية إذا اخترتوا هذا الموضوع أتمنى أن أرى هذا الأمر على تويتر لتطبق والميزة بصراحة مع الشغل الكبير الذي جالس في تويتر وأخرى لا أستبعد أن أرى بإذن واحدة تعليق من الحلقة الماضية من ميوزيك اي يقول لماذا الجهاز الجديد من هواوي ٥٥ واط؟ سؤالك في محله ولكن الفكرة أنه إلى الحين لم تم تطبيق هذا الموضوع وأيضاً ما أعلن رسمياً عن شاحن ٥٥ واط من هواوي والتي يتم محاربتها فنعم ميوزيك اي، هذا الرد على استفسارك قبل أن نتحدث عن أندرويد ١٢، دعوني أجلب طاري سريع للبيكسل ستة في وجهات نظر كثيرة، سمعناها مؤخراً بسبب تصميم البيكسل ستة الغريب لكن الأغرب من تصميم البيكسل ستة هو تصميم أغطيته وصدامات مدرعة وصدامات هي السيارات التي تعرفون مناطق السودية الأمامية والخلفية وهذه هي الصدامات بخير يا جوجل جوجل تحاول تبتكر شيء جديد هنا لكن ليس جلساً أن نرى قبول من المستخدمين للتصميم صحيح أن الجهاز تركيزه على ذكاء الاصطناعي وليس مطلوب منه أنه يكون هاتف جميل للشكل لكن لا أعلم، هل أنتم أحكموا؟ وهنا سؤال لكم متابعين هل ستفكروا أن تقتنوا هذا الجهاز كمستخدمين أندرويد وين تحصلوا نظام أفضل من الشركة الأم نفسها؟ أو تفضلوا لمسات سامسونج وبقية الشركات على الأندرويد والواجهات التي يضعوها؟ أعطوني رأيكم في التعليقات جوجل أعلنت عن ستة مزايا رسمية مؤكدة لنظام الأندرويد 12 وأعطيكم بكل اختصار أولاً، لدينا نظام تنبيه من الزلازل بالتأكيد ستفيد منه سكان المناطق التي تضرر من الزلازل الله يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين هي الآن تعمل في دول قليلة والقائمة ستزيد مع الوقت بحكم الدعم، ليس بحكم أن الدول الثانية يأتيها زلازل لا قدر الله، لا تكلم بذلك ثانياً، ستقدروا أن تضيفوا نجمة لأي رسالة تأتيكم في تطبيق الرسائل بحيث أن يسهل عليكم أن تصلوا لها لاحقاً نفس الفكرة التي نفعلها مع رسائل واتساب وهنا سنستطيع أن نصنف الرسائل التي عليها نجمة حسب مزاجنا ثالثاً، تم تطوير مطبخ الإيموجيز والذي كنا نرى من فترة والذي يسمح لكم أن تجمجوا اثنين إيموجيز سواء الآن الميزة هذه من خلال لوحة مفاتيح جوجل ممكنة تصبح تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحيث تقترح لكم إيموجيز ماشا مع سياق كلامكم وممكن أيضاً تكون مدموجة مع إيموجيز ثانية عارفين يا جماعة أن لوحة المفاتيح التي في الآيفون عندما تكتب كلمة تعطيق اقتراح وجه لهذه الكلمة لا أعرف عدد سالفة دمج الإيموجيز، كيف ستحدث؟ يمكن أن نسلح فاعلها على قلوب لو نضعها لثنين مع بعض، لا أعرف ما ستحدث رابعاً، يمكنكم تطلبوا من مساعد جوجل أن يأخذكم لأماكن محددة مثلاً لكم تطلبوا من مساعد جوجل أن يؤديكم لصفحة منتج معين في تطبيق أمازون أو إي باي وإذا تريدون أن تعرفوا قوة هذه الميزة، بعد أن تتوفر لكم، اطلبوا مساعد جوجل وعطوه الأمر اختصارات لا أعرف كم تطبيق يدعم هذه الميزة، وبصراحة لا توقع أن الكل يسمح لمساعد جوجل أن يصل لكل المعلومات ما رأيكم؟ هل تتيحوا للموضوع من باب تسهيل الأمر عليكم؟ أو لا؟ المهم خامساً، تعديلات على أندرويد أوتو، نظام السيارة أنتم تقدروا أن تعدلوا شاشة البداية بتطبيقات تختاروها أيضاً معلومات مثل أماكن شحن السيارة الكهربائية والمواقف وغيرها من أندرويد أوتو مباشرة بدل ما تشاهدوا هذه المعلومات على الجهاز كله يعتمد على دعم أندرويد أوتو في منطقتكم، ونحن لدينا حساب أمريكي لأندرويد أوتو يعمل بشكل كامل وأخيراً، ميزة Voice Access للوصول بالصوت تحسنت بشكل كبير وصارت تتعرف على أوامر صوتية أكثر تعقيداً من العادة الميزة هذه ستساعد كثيراً أحبتنا ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي ممكن يكون الصوت هو الطريقة الأنسب لهم في التحكم في جوالاته في عام ٢٠١١ وعندما نزلت مايكروسوفت نظام ويندوز ١١ قالوا أن هذا النظام هو آخر شيء والسنوات القادمة سيكون فقط في تحديثات، الأمر هذا يعمل عليه طبعاً، كنا كنا نعرف أنه مستحيل يكون في نظام واحد، ولكن تأملنا هذا الأمر كون أنهم قالوا يجب أن يأتي اليوم ونرى تطوير يواكب السوق وبعد سبع سنوات تقريباً، والذي فعلياً بدأت تظهر تسريبات لوندوز ١١١ أول شيء، لماذا مايكروسوفت؟ يعني من جدية، مايكروسوفت تمنينا أنه نظام واحد وانتهى هناك تغييرات كثيرة مع التسريبات التي ظهرت واضح على النظام، صعب أن نشرحها بكل بساطة من خلال التسريبات والصور لكن تم تغيير المقدمة لدخلة ويندوز وأيضاً صوت البداية الذي يأتي معها وشريط البداية الذي حدث في المنتصف؟ الحواف التصميم بشكل عام كانت دائماً حادة مع مايكروسوفت ولكن هنا صارت دائرية أرى أنها غريبة، خصوصاً أن الزوايا الحادة هي لمسة مايكروسوفت وموجودة في شعارهم في حين الحواف الدائرية دائماً تذكرنا بأسلوب أبل حسب التسريبات، التحديث يتوفر لمستخدمين ويندوز ١، ويندوز ١.١، ويندوز ١ إذا لم تكن لديكم هذه الأنظمة وأنظمة قبلها، اعرفوا أن دعم هذه الأنظمة يوقف لخارج نطاق اللي أنا ذكرتها والمتوقع أن إذا ويندوز ٨، يجب أن ترقوه ٨.١، ويندوز ١.١، وبعدين سيحصل على ترقية ويندوز ١.١ وأكيد ستسألوا إذا هذا الأمر مجاني ننتظر من مايكروسوفت الإعلان الرسمي ومن ثم سنعرف هل هو مجاني، متى يتوفر، لماذا سواء شيء يكسر القواعد الأساسية ويجب أن يكون هناك تلميحة جميلة للكل كثير من المستخدمين دائما يسألوني ماذا أفضل سماعة من نوعية البودز في السوق؟ لكن أول نقطة في الموضوع هي ليست أفضل سماعة لكن ماذا هو نوع جوالكم الأساسي؟ لأن هذا النوع من السماعات يأتي بتقنيات كثيرة تعتمد على البرمجيات أكثر من العتاد نفسه فلما تأخذوا السماعة من شركة وتشبكوها مع جوال من شركة ثانية، ستفقدوا الكثير من المزايا لذلك، أنا دائماً أنصح أي شخص يشتري سماعة من هذا النوع أن يأخذ من نفس الشركة فلو قلنا معكم أحد أحد جوالات جالكسي وتريدون سماعة مثل ذلك، سأقول لكم شاهدوا كل سماعات البودز التي صنعتها سامسونج مؤخراً لا تذهبوا إلى شركة أبل أو هواوي أو غيرها وهذا الكلام ينطبق على كل الشركات لماذا؟ لأن سماعات الجالكسي بودز وأخوانها من سامسونج مع هاتف جالكسي بتعطيكم أفضل أداء ممكن نفس الشيء مع الآيفونات والإيربودز وجوالات هواوي مع الفري بودز وأكيد أستثني سماعات من شركات طرف ثالث مثل بوز أو سينهايزر أو سوني هؤلاء متخصصين صوتيات لم يكن لديهم جوالات، كان لديهم سوني والله يرحموا الله يرحموا لدينا، ولكن لدينا المنطقة لا يرحموا ويطلق راكسبيريا وغيرهم أكيد لا ينطبق على نفس المثال إذا كانوا شركات تصنيع صوتيات لأن هؤلاء يعملوا على كل الأجهزة بنفس المستوى لأن تركيزهم على العتاد أكثر من البرمجيات ولكن لو تريدوا الأمر المضمون، اخذوا سماعة من نفس شركة الجوال وكذا ريحتوا نفسكم واخذوا خصائص جدًا عالية في الفيديو اللي راجعت فيه الباب الذكي جاءنا تعليق من عبدالله مسلم يقول إذا خلصت البطاريات، ما يفعله؟ طبعاً تفاصيل الباب في الفيديو، سأضع لكم رابطه في الوصف ولكن عودة لسؤالك يا عبدالله، وبكل بساطة هناك طريقة ميكانيكية لفتح الباب بمفتاح خاص وأيضًا ترى الموضوع سيجيك تنبيهات مزعجة قبل تقريباً شهر حسب الأمر الذي نتوقعه من أن البطاريات تخلص فإن شاء الله أموركم مرة رائقة في أجهزة الأندرويد التي ليس خام، ليس من نفس جوجل في العادة نرى تطبيقات متكررة يعني تطبيق معرض صور رسمي من جوجل وبنفس الوقت، تطبيق معرض صور من نفس مصنع الجوال مثل سامسونج وهواوي وغيرهم هناك أوقات كثيرة تشتت عند المستخدم بين هذه التطبيقات ولكن خلال السنوات الماضية، نرى بعض الشركات تقلل من هذه التطبيقات وتعتمد على تطبيقات جوجل وبصراحة، هذا الأمر مرة منطقي سؤال، قد تضيف تطبيقاتهم الخاصة إلى جانب تطبيقات جوجل ممكن هذا الأمر يؤدي لثغرة كبيرة يستفيد منها مخترقين الأجهزة والهاكرز لاختراق أجهزتكم وهذا الأمر الذي سأتكلم عليه وتم ذكره في أحد التقارير الخاصة بالحماية بالتحديد، هنا سأتكلم عن شركة سامسونج التي تقدم تطبيق رسائل وتطبيق أرقام هواتف وتطبيق استوديو وتقويم وكم تطبيق إضافي التقرير يقول أن تطبيقات سامسونج فيها ما لا يقل عن سبع ثغرات خطيرة اسمعوا الصدمة، أغلب الثغرات هذه موجودة في ملف نوكس حق الحماية حسب التطبيق نوكس هو نظام حماية وتشفير ملفات موجودة على أجهزة سامسونج ويستخدم في حماية الملفات بشكل متقدم هناك وبعدها هناك ميزة موجودة بهواتف سامسونج، وهي ميزة الديكس وهي أن نفس الهاتف التي توصلها على شاشة في شبه الكمبيوتر لدينا هنا أيضاً مشكلة وبقية الثغرات موزعة بين تطبيقات سامسونج الأخرى التي تقلد تطبيقات جوجل الأساسية أو تعطي مهام أو مزايا مثلها الثغرات تساعد المختلقين أو الهاكر لأنهم يوصلوا لرسائل نصية هذا الأمر خطير جداً لإستخدام التوثيق الثنائي وهي مجال بعد أنهم يوصلوا لأبعد من الرسائل لأساسم اس لكي نكون حقانيين، طبيعي جداً، كل يوم نسمع أن تطبيقات فيها ثغرات لكن الذي يخوف الموضوع هنا هو أن الثغرات موجودة في النوكس، تطبيق الحماية وهي ممكن أن يكون أقرب شيء لقلب النظام نفسه وفي الغالب هناك أهم ملفاتكم السرية نتمنى من سامسونج أن تتحرك بسرعة لتعطينا أصلاً ردة فعلهم على هذه الأمر وعلى هذه الثغرات وأكيد أعطيكم الخبر وأعلمكم أول بأول ما يحدث إذا لم تستخدموا نظام نوكس، اعرفوا أن أموركم طيبة إذا لم تكن لديكم سامسونج، اعرفوا أن أموركم طيبة إذا لم تكن لديكم سامسونج، لا تضعوا خاطركم ولا تخافوا ترى الأمور على طول الشركات تحاول تصلحها وتضبطها وبما أنكم مفعلين للاشتراك وضعوا تنبيهات وموجودين على الحسابات المختلفة ستجدوا الخبر والتحديث عن سامسونج بإذن الله أول بأول أكمل مع سامسونج ونرى ما لديها أجهزة للفترة القادمة خصوصاً بأن سامسونج تعلن الأجهزة الجديدة في بدايات أغسطس وبتنزل بعدها بشهر ما هي الأجهزة بالضبط؟ نتحدث عن الجالكسي فولد ثلاثة والفليب ثلاثة أو فليب ثلاثة، لو أخذناها بشكل منطقي أيضاً توقعات أن نرى الجالكسي بودز اثنين، الجالكسي ووتش أربعة وغالكسي ووتش أكتف أربعة والأخيرتين سيكونوا مثيرين للاهتمام خصوصاً أن سامسونج أعلنوا أنهم يتركوا نظام تايزن ويذهب إلى أندرويد ونظام جوجل وير الخاص بالسعادة ولا ندري إذا هناك تأكيد للـ FE حق عام 2021 لأنه هناك تقارير تقول أنه لديهم نقص في أشباه المواصلات وهناك تقرير الثاني لأنه هناك تاريخ جائي للـ FE فلا ندري وموعد الإطلاق لكل هذه الأجهزة مواضح مع أننا نعرف أن سامسونج ودها أنهم ينزلون في فترة قريبة وعرفون أن شهر أغسطس هو الشهر الأقرب لسامسونج من خلاله، إن شاء الله يكون لهم معتمر ويحدث أنه مؤتمر أقرب بكثير من توقعات أكمل وأقول أن شاعات S22 بدأت تظهر، طبعاً لا لا لا، هذا لم ينزل في الفترة القريبة الجاية لكن المهم من التسريبات والتي ليست كثيرة للأمانة أبرزها أن أحجام الشاشات تصغر قليلاً وأن الشاشات تحصل على تعديلات لتقديم معدل تحديث أفضل للإطارات يقال أن الألترا القادم يأتي بشاشة LTPO OLED لكي تحصل على استهلاك أقل للبطارية وبالتالي عمر أفضل للمستخدمين في بطارية الأجهزة وأيضاً، المعالج المتوقع هو Exynos 2200 مع معالج رسومي من AMD وأكيد هناك نسخة بتجيب معالج Qualcomm وأكيد سنطلع بسؤالي في مرة ثانية، Qualcomm أو Exynos؟ أخر مرة، وهي حقاً عام 2021، وإكسنس تفوق في نواحي عن Qualcomm وكوالكم تفوق في نواحي، كفت الإكسنس رجحت هل هذه السنة التي تفوز سامسونج وبإكسنسها؟ لا ندري في الوقت الكثيرين يرون أنهم لسه محتاجين شبكات الجيل الخامس سامسونج تعلن أنها بدأت بتجارب الجيل السادس بشكل اختباري وتستعمل فيها موجات التيراهيرتز سوف أفصل كثيراً في الموضوع بما أنه لا زال في مرحلة التجارب وأساساً، الجيل الخامس لسه من سنتين إلى ثلاثة أتوقع إلى خمس سنوات لكي الوطن العربي وأيضاً العالم يحصل عليه بشكل جداً جيداً مع فئات سعرية متوسطة وهي فئات الدخول من الجوالات يعني بـ 200 دولار وتجيب لك 5G، هذا صح المهم أن الجيل السادس مبدئياً أسرع من الجيل الخامس بـ 50 مرة تقريباً وعشان أعطيكم الحسبة مبسطة لو عندكم جيل ثالث، ثالث لرابع المفروض 10 مرات رابع لخامس مئة مرة خامس لسادس بـ 50 مرة فهنا تقريباً، إذا أنت من جيل الثالث للجيل السادس ستأخذ لك نطة وقفزة جداً قوية نتكلم على 160 مرة أسرع لك موضوع البيانات والتعامل ما بين الشبكة وجوالك هذا حسب اللي جالسين يختبروه ويقولوا سامسونج بقدرات الجيل السادس ويمكن ترددات الجيل السادس تصل إلى 100 جيجا هرتس ويمكن حتى تصل إلى التيراهرتس نرجع ونقول، لا أدري ما الحاجة للجيل السادس غير أنهم يتفوقوا على هواوي بشكل أكبر ويصبح لديهم بديل للجيل الخامس الذي مستحوذة هواوي عليه بشكل كبير ولكن تذكرون، عندما كنا نسمع أن الجيل الخامس يمكن أن يكون آخر شيء نرى في الشبكات لأن البشر لا يحتاجون أسرار من هذا ما الذي جالس يحدث هذا؟ خصوصاً سامسونج الذي كان يقول لجيل الخامس موضوع مربوط بهواوي بغض النظر عن سرعة الجيل الخامس ترى إغلابيتكم الذين عايشون على الجيل الرابع هل سترى أنفسكم محتاجين لهذه السرعة الخالقة؟ أو هل الجيل الرابع بطيء بشكل يجعلكم تحتاجوا جيل الخامس؟ وهنا أستطيع أن أقول، ترى يختلف تطبيق الجيل الرابع من دولة إلى دولة وأيضاً الجيل الخامس من دولة إلى دولة وأأكد لكم الكثير من الذين يتابعونا في دول العراق ومصر وبعض الدول أخرى من الشام نعرف أنهم يقولون أن الجيل الرابع لدينا ليس سريع ولكن عندما جاءنا الرابع بلس عرفنا أنه كان فيه سرعات مرة أفضل فهي فرق التطبيق يختلف لماذا؟ لأن المشغلين الاتصالات والمعايير التي تضعونها من جيل إلى جيل قد تختلف وقد تختلف في بعض الدول وقد تظهر لكم الجيل الرابع بسرعة جيل ثالث ويقولون لكم هذا الرابع للأسف، ترى الموضوع ليس فقط عنه ترى الموضوع عالمي أيضاً في تطبيق وقدرات الهواتف كلما زاد التطور الموجود في البلد كلما التطبيق أفضل ولكن كلما كان جني الأرباح أهم بالنسبة لشركات الأرباح من أنها توازن ربحها مع كل خدماتها تبدأ للمشاكل من كلكم يقولون أعطوني في التعليقات السالف ودعونا نتحدث عن تعليقاتكم ونظر على الشاشة ونهاية الحلقة وكل حلقة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفركم وأتوب إليك أراكم على خير بإذن الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة